طيب جيمي قلتلي قبل الفصل انت خلت قللي حاجة مهمة عن شريف وانجشيت شوية حاجات كده وشفت كثير من المفاجآت اه فيه ارقام ارقام يمكن هي ارقام بالنسبة لبعض الناس وبالنسبة للمردودة عشان ما نبقى ماشين بنفس النصق وانجب مردود شريف الفترة الاخيرة متراجع بشدة وانتقدناه على ده لكن رقميا خلينا اقولك ارقام صادمة يا شريف اه كريم على شريف رقم واحد انه اسرع لعب في تاريخ النادي الاهلي يصل لخمسين هدف مع النادي الاهلي هو محمد شريف تاني اسرع لعب في تاريخ الدوري المصري يصل لخمسين هدف هو محمد شريف النهاردة محمد شريف بيتجاوز العديد من الاسماء العظيمة في تاريخ النادي الاهلي منه كابتن محمد ربضان كابتن طير ابو زيد بل ويتجاوز نجمي الزمالك اللي ابرادهم طبعا كابتن عبد الحليم علي يسبقوا لاعب واحد في تاريخ نادي الزمالك الافريقي مثلا كابتن جمال عبد الحميد ب16 هدف النهاردة بيصل ل13 هدف محمد شريف محمد شريف اللي قادر أنه النهاردة يصطر اسمه في تاريخ النادي الأهلي وتاريخ الكرة الأفريقية ومساهماته في تاريخ الأندية النادي بيصل للمركز الرابع على صعيد دوري أبطال أفريقيا من 3 نسخ بس الرابع في تاريخ النادي الأهلي على صعيد دوري أبطال أفريقيا لأنه في دوري أبطال أفريقيا وفي المشاركات القرية هو موجود من النسخة الماضية في العشر لعبين النهاردة احنا بنتكلم انه هو موجود في المركز الرابع على صعيد المشاركين في دوري ابطال افريقيا في صفوف النادي الاهلي على مدار التاريخ محمد شريف النهاردة يا كريم بنتكلم على انه الراجل معدل اسهاماته في كل مبارياته مع النادي الاهلي هو هدف الجيل الحالي كمعدل في النادي الاهلي محمد شريف النهاردة يا كريم بيصل مع النادي الاهلي مع نادي الأهل قرية الـ 14 هدف في دورة أبطال أفريقيا الـ 13 هدف ويواصل تصدير اسمه في التاريخ هاي